هذا المشهد لأبناء تعز على باب مصلحة الجوازات يأكس رغبة المواطنين بحضور الدولة بعد أن تم تحرير المبنى من ميليشيا الانقلاب ليتم مباشرة العمل فيه كمؤسسة خدمية لها علاقة بهوية اليمنيين الراغبين في السفر اللافت أن مكتب مصلحة الهجرة والجوازات تعرض للإغلاق بعد يوم واحد من تدشين العمل فيه وكما تفيد الأنباء الواردة فقرار الإغلاق جاء بناء على توجيهات أمنية دون الإفصاح عن أسباب إغلاق الفرع الذي توقف العمل فيه منذ عامين مؤسسات الدولة في تعز من الحضور إلى التعثر صورة تجسد المدينة التي تقاوم طويلا من أجل استعادة الدولة من قبضة ميليشيا الانقلاب لكنها بالمقابل تواجه مصدات أخرى ونيران صديقة لها علاقة بغياب الدولة وغالبا ما تكون تلك التعثرات ناتجة عن مكايدات أو نكايات بحسب متابعين تمضي تعز بخطوات متعثرة نحو استعادة الدولة وهي المدينة التي تعرضت لضربات رأسية وأفقية منذ الاشتياح والانقلاب ظهرت تلك الضربات بشكل جلي وواضح في بنية الدولة الأمنية والمؤسسية على حد سواء السلطة المحلية تبدو الحاضر الغائب فيما يتعلق بحل الإشكالات التي تعتري حضور الدولة دونما اتخاذ قرارات تفصل التداخل في بنية المؤسسات الأمنية على وجه التحديد في غياب المحافظ الطويل الذي يربك المشهد ويبعث تساؤلات عن غيابه أو تغييبه وشتان بين الموضوعين الملف الأمني في تعز ليس بمعزل عن الخلافات السياسية التي تنعكس بشكل واضح على الوضع الأمني في ظل سيطرة جماعات من خارج مؤسسات الدولة حتى في ظل الحديث عن الدمج الشكلي للبعض منها دون تحول فعليا لذلك الدمج إلى واقع ملموس التضارب في ملف الجيش والتوظيف وإسقاط الأسماء من الكشوف إشكالات تضاف إلى إشكالات غياب مؤسسات الدولة هذه التفاصيل الحساسة تلقي بظلالها على أوجاع المدينة التي تعيش ليلة القذائف ونهار البحث عن الدولة التي تقاوم من أجل استعادتها